موسى أنا بحب طبعا دراسة التاريخ ودائما بحب أتطلع على صياق الحديث في أيام المسيح مثلا كيف فهموا هذه العقيدة وبالعكس ما كانتش مناقضة للفكر اليهودي في أيام المسيح وكل يهودي من أيام موسى حتى يومنا هذا دائما بردد العبارة اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ولما سؤل المسيح في مرقص 12 رجع شدد على هذه الوصية فإذا المسيحية لا تشرك بل تؤمن بإله واحد فحلو أنه كمان نتكلم من صيغة أنه كيف يعني الناس فهمت هذه العقيدة في أيام المسيح ترجمة نانسي قنقر